تاني تالت رابع بيوصل نهائي كاس بيوصل فالأمور اللي كانت في امبي ونتائجه هي اللي كانت مستغربة ايهاب جلال طبعا مدرب كبير جدا وغير في اخيرا فالله الاهلي وصل انه في معاناة في الطريق غير في شكل امبي وغير في النتائج ولكن اللي انا عايز اقوله انه رجع للمناطق اللي مفروض الطبيعي امبي يكون فيها لانه امبي عنده من المقومات كملعب كلعيبة كنواحي مادية كاستقرار من حيث ما فيش الضغوط الغير عادية عليه من جماهير او كده فانا اقصد انه الطبيعي ان امبي يكون في المكانة دي فطبعا تحية لكابتن ايهاب جلال وجهازه وانه رجعوا بامبي للمنطقة دي تاني المنطقة اللي هي في الخمسة ستة الاولين في الجدول وهو طبعا كمان مفروض دي يبقى اكتر من كده ولكن الزروف اللي كان محطوط فيها من بداية الموسم اللي كانت بالاغبطة فطبعا بنحييهم يعني بنحيي الجهاز كله يعني تمام يعني برضو بسرعة جدا كابتر ربيع الداخلية والأسيوتي كان انتهى بفوز الداخلية مع كابتن طبعا على عبد العالم بهدفين مقابل صف للفريق اللي هو بلقى لحسن رئيس والمعالمين الداخلية كسب بالخبرة يعني الداخلية عنده مدرب برضو لها خبرات وعمل نتائج كويسة مع الداخلية صراحة يعني وعارف وعارف لانه بقى خبرة كبيرة جدا في ادارة المبارد مهمة جدا فهو عمل حالة كويسة مع الداخلية يعني الداخلية من غير علاقة مهددة فهو حتى علاقة لما خرج يعني مع الفرق ما أبدعش في شغله في شغله الفني في الملعب زي ما أبدع مع الداخلية بيعرف اخذ بالك ينظم أموره ازاي وحط الداخلية في مكانة يطمئن بيها إدارة الداخلية والجهاز الفني رصوتي عمل حالة كويسة عالية مع الشغل كويس برضو ونتائج كويسة ومش نهاية الدنيا لكن عالية قبل المشغل ماشي كويس وممكن يكون عمل كويس بسنفيش توفيق لكن عالية ماشي كويس